السلام عليكم أهلاً بحضراتكم في حالة جديدة من من نملككم ألوم كاملين حالة يوم الجمعة جمعة مباركة علينا جميعاً الاعتقال الانتقام يعني إيه الاعتقال الانتقام يعني نعتقل حد علشان هو مش عجبنا هل هو أساء ارتكب جرم ارتكب ما ينافي أو يتعارض مع الدستور والقوانين مش شرط التهمة الأساسية إنه مش عجبنا أو مش على هوانا خلونا نسأل مع بعض في البداية هل جماعة الإخوان المسلمين مثلاً على سبيل المثال في مصر والعالم هي جماعة منافية للقوانين بتعمل على هدم الدول زي داعش مثلاً أو زي غيرها من الجماعات المتطرفة أو زي الجيش الأحمر الأيرلندي أو غيرها من الجماعات اللي بتوصف إنها متطرفة الإجابة لا ليه؟ لأن جماعة الإخوان المسلمين في الدول اللي موجودة فيها موجودة بشكل قانوني يعني هي موجودة في دول عدة بعض الدول دي وصلت إلى الحكم عن طريق انتخاب الناس وصلت إلى سدة الحكم في الدولة المصرية عن طريق الانتخاب وصل الرئيس محمد مورسي وهو أحد أعضاء وأبناء جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم بالانتخاب الحر المباشر كأول رئيس مدني ينتخب الشعب المصري أما تلفيق التهم بعد كده هي دي التهم اللي بيسمى أو بتسمى بشكل صريح الاعتقال الكيدي أو التهم الكيدي ليه؟ ليه بنقول كده؟ بنقول كده علشان لا زالت جماعة الإخوان المسلمين في بعض الدول تمارس السياسة وتمارس الدعوة وده بالمناسبة لا يتنافى أبداً مع النعبة السياسية على سبيل المثال حزب أنجيلا ميركل في ألمانيا اسمه الحزب الاجتماعي المسيحي وفي دول العالم في الغرب بتلاقي فيه حزب اسمه الحزب المسيحي الحزب اليساري فكونك تسمي حزب العدالة والحرية والعدالة أو الحزب الإسلامي أو أو ده لا يختلف ولا يتنافى أبداً مع أبجاديات السياسة لكن ربما مشاكل إخوان المسلمين أنها جماعة صاحبة انتشار واسع في كل الدول أو في كثير من الدول الموجودة فيها لها تاريخ يقدره أو تقدره الشعوب لها دور اجتماعي واقتصادي في التعاون لها دور في التربية حتى أن الكثير من الفنانين في مصر على سبيل المثال كانت بدايتهم في جماعة الإخوان المسلمين للمحدش يعرف مثلاً تخيل أن الفنانة راحلة ودات حمدي بدأت في الإخوان المسلمين عبد المنعمة دولي بدأت في الإخوان المسلمين إبراهيم سعفان بدأ في الإخوان المسلمين على ما أذكر عباس فارس بدأ في الإخوان المسلمين ومحمد السبع كان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين وكان هناك أبطال مصريين وطنيين بل وعالميين طلعوا من جماعة الإخوان المسلمين أنا أتكلم على الأقل في نطاق مصر والنطاق مصر هو نطاق واسع ومهم تماماً لأنها دولة محورية ولكن في الآونة الأخيرة بنسمع عن أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين بيتم الزج بيهم إلى السجون وإلى المحاكمات البعض بيقولها عادلة والبعض بيؤكد أنها غير عادلة وكل مشاكلهم أنهم بيحاولوا يعيدوا إحياء الجماعة زي مثلاً بتهمة الإضرار بالاختصاد المؤبد للقياد الإخواني حسن مالك وابنه فاكرين لما قالوا أزمة الدولار في مصر لسببها حسن مالك فأبضوا على حسن مالك وأبضوا على ابنه ولازال حسن مالك في السجن ولكن حتى الآن لم تحل مشكلة الدولار خبراء قالوا أن حسن مالك في الوقت هذا قالوا أن حسن مالك أداة قطر وتركيا لتمويل الإرهاب في مصر دون أدلة يعني محدش قال لنا آدي الدليل نظر التحفز على أموال حمزة حسن مالك يعني بدأ التحفز على أموال حسن مالك وسجنه وسجن ابنه وبعد كده سجن أبنائه والتحفز على أموال أبنائه الأمن يعتقل مالك محلات أولاد رجب ليه؟ بتهمة تمويل الإخوان بتهمة واسعة وفتفاضة والأدلة عليها ممكن تكون كيدية والأدلة عليها ممكن تكون ضعيفة ومش منطقية ومش عقلانية ليلة القبض على خيرة الشاطر مهندس الشر والتخابر مع حماس مع أن دلوقتي فيه علاقات مع حماس ولكن نازل خيرة الشاطر في السجن حتى الآن ضبط وزير سابق بتهمة تمويل الإخوان تهمة فتفاضة بتسعى الكل وممكن أن يتهم بها الجميع الداخلية تتهم صفوان سابت رسميا بإحياء نشاط الإخوان مش عارف إيه اللي دخل جهينة ومنتجاتها والزبادي في إحياء نشاط الإخوان تكفيف المنابع الكشف عن مصادر جديدة لتمويل الإخوان ويقول البعض ومنهم منظمة العفو الدولية أن هذه الشماعة يضع تحتها كل رجال الأعمال الذين لا يمشون في ركاب الدولة والنظام هكذا تقول العفو الدولي تفاصيل مخطط الإخواني صفوة سابت لإعادة إحياء تنظيم الإخوان الإعلام بيتكلم وفيه محاولة لصناعة رأي عام أن صفوة سابت بيحيي تنظيم الإخوان بفلوسه فاسمحوا لنا نعتقلوا ونصدر أمواله معين منظمة العفو الدولية بتقول ده مش صحيح صفوان سابت بيدفع تمن أنه لم يقبل بالتنازل عن أصول شركة بناها واشتغل فيها ويكبرها لمدة أربعين سنة تكفيف المنابع زي ما قلنا من شوية